بعد دخول وزارة التجارة في حرب ضد أجهزة التدفئة المخشوشة التي تسوق في فصل الشتاء توالت عمليات السحب الفوري لأجهزة الكشف أعاني الغاز أحادي الكربون إضافة إلى جهاز التدفئة من السوق الوطنية بسبب عدم مطابقتها لمتطلبات الأمن هذه مصانع الدولة لها الدولة لها قرار بالليد يبدلون يبدلون لازم يتحمل المصنع يتحمل هذا اللومب يكون فيه مثل هذا هذه الحرب سرعان منعكست سلبا على التجار الذين امتعاضوا من هذه الحملة التي تسببت في خسائر كبيرة لهم دون تعويض جمعية حماية المستهلك ومواطنون عبروا عن امتعاضهم على أساس أن عملية المراقبة كان الواجب أن تكون قبلية وليس بعد تسويقها حالة السعب حينما تقر وزارة التجارة صاحب المنتوج من السوق فلالتاجر الحق بينه وبين يعني الوكيل الرسمي أو الموزع اللي سلموا التعويض لأن السحب الآن سيتم سحبه من عند التجار أيضا هنا الشركة مكلفة بأنها تسحب وتؤوض أيضا المستهلكين اللي يشكوا في هذا المنتوج واللي حابين يتعوضوا من حقهم كمستهلكين مع دخول فصل الشتاء والانخفاض المحسوس في درجات الحرارة عرفت السوق الوطني إقبالا كبيرا عن اقتناء أجهزة التدفئة ليفاجأ المواطن والتاجر بقاري وزارة التجارة وهو ما يستدعي تحمل الجهات الوصية مسؤولية حماية المستهلك